بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الدولمات الفنية أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكم طلاب دبلوم تجارة 3 سنين أهلا وسهلا بكم مع بعضينا كده على قناة الوجيسات بالعربي زي ما تعودنا أنه هنقدم سلسلة من الفيديوهات التعريفية اللي معاك في مشوارك للتقديم إن شاء الله للمعهد أو الكلية طلبة بتسأل بتاع الدبلوم التجارة 3 سنين أنا مجموعي جاي بكذا إيه ممكن يوديني فين؟ طيب إحنا بنعرفك الأول إيه ممكن حضرتك لما تيجي أول حاجة تكتب الرغبات فالرغبات إنت ما بتعرفش مجموعك يوديك فين لكن إنت حضرتك لما بتعطي بياناتك على الموقع قلنا من خلال رقم الجلوس ومن خلال رقم السر اللي موجود في استمارة النجاح بتاع حضرتك بيجيب لك 75 رغبة بتبتدي ترتبهم حسب المجموع بتاعك حضرتك بس لازم تعرف إنك إنت من الفيديو ده هتعرف إيه اللي ممكن حضرتك تروح فين بالمجموع بتاعك أو دبلوم التجارة بتاعك يوديك فين حتة تعرف فين المعاهد وفين الكليات الحكومية اللي ايه معتمدة من وزارة التعليم العالي أولا هنخش على الكليات عشان تبقى عارف الكليات وبعد كده حضرتك هتلاقينا في سندوق الوصف بنسيب لك التنسيب بتاع السنة اللي فاتت تسترشد بيه بتاع دبلوم التجارة ثلاث سنين تسترشد بيه الكليات والمعاهد بالمجمومية عشان تعرف مجموعك ده ممكن يوديك فين بالزبط فده يبقى ان شاء الله في سندوق الوصف أسفل الفيديو هسيب لك ايه التنسيب بتاع دبلوم التجارة السنة اللي فاتت والتنسيب بيبقى لنا نسبة عشرة في المية من المقاعد والباقي التسعين في المية بيبقى للسنوي العام فاحنا بنبقى عارفين بس نعرف مجموعنا هيودينا فين عشان خاطر تعرف انت دلوقتي الشابة بتاعتك أو المعاهد بتاعك هيوديك فين اولا الكليات الحكومية لدبلوم التجارة بتلات سنين نفهم مع بعض عندي كلية تكنولوجيا قادرت نظم المعلومات في برسعيد وده بيقابل من جميع الشعب عندي تاني حاجة كلية تجارة انتظام ودي بيقابل جميع الشعب عندي برضو تالت اه راجعة حاجة كلية تجارة انتساب ودي بيقابل جميع الشعب رابع حاجة كلية تكنولوجيا وتنميز ازيق فقط وبتيقابل من جميع الشعب كلية تربية بتيقابل من جميع الشعب انا بعرفك الكليات اللي تقابلك وتقابل تخصصك ايه انا بفهمك في الفيديو ده التخصص بتاعك هيوديك فينا حتة. بس انت تسترشد بعد كده بالمجموع بتاعك هتقول لنا جايب كزا دي اقول لك خش على الفيديو اللي بعد منه اللي هو التنسيق اللي كان بتاع السنة اللي فاتت. وتسترشد بيه عشان انت بعارف انك انت تقدم في انا كلية او انهي جامعة حسب مجموعة. اه بعد كده رقم ستة الجامعات التكنولوجية الجديدة. ودي شعبة خدمات خدمات فندقية وسياحية وتوجد في مدينة طيبة بالاكسر ومدينة بورسعيد. سبع كلية تعليم تابع دولي في سياحة وفنادي بحلوان واسكندرية والفيوم. اه وابتقبل جميع الشعب. نيجي نخش على المعاهد بقى ان شاء الله المعاهد الحكومي سنتين فقط وهم عندي معهد فن صحي. طبعا ده بيقبل من اه شعبة ادارة وشعبة تسويق فقط لغير عشان تبقى عارفين معهد فن الصحي دي طولان يبلوم تجارة. شعبة اللي بيقبلها الشعبة اللي بيقبلها ادارة وشعبة تسويق فقط. لان ده بتعين فيه في الاحصة تقريبا. اه معهد فن تجاري بيقبل من جميع الشعب. عندك اه معاهد خاصة بقى نخش على معاهد الخاصة المعتمدة من التعليم العالي ومجلس الاعلى الجامعة دي يعني اللي جوه التنسيق هو ده المعتمد الرسمي برا التنسيق ما فيش اي حاجة. ده بيبقى ليه طابع تابع اه تنسيق وبقى ليه رقم وكود ده معتمد من وزارة التعليم العالي. طب اللي قلنا هي عنه نخش عليهم كده ودوت بتعادل الكليات زي الكليات بالزبط وهو اربع سنين المعاهد دي وبتنقسم بتنقسم لتلات انواع. عندي اول النوع الاولاني معاهد ادارة وسكرتاريا وده اربع سنين وبتحصل على بيكوريوس ادارة وسكرتاريا ده طبعا بمصاريف ما تقلش عن خمسة تلاتين الف جنيه في قصدي تلات تلاف تلات تلاف خمسمائة جنيه في السنة. اه عندي اه معاهد تجارية عالية خاصة بمصرفات وده من ست تلاف لعشر تلاف جنيه في السنة. ده بتديك بالقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقي تالت حاجة من المعاهد السياحة والفنادق وهي معاهد خاصة برضو عالية وبتديك برضو درجة البيكوروريوس ودي مصروفاتها لا تقل عن اه عشر تلاف جنيه اه في السنة طبعا وبتديك درجة البيكوروريوس اه عندي الجامعة العملية ديت طبعا زي معهد بالزبط السنتين وهي بشعبة علاقات صناعية او فندقية ومصروفاتها او مصروفات بتاعتها ستلاف وخمسمائة جنيه سنويا وهي سنتين فقط ما حدش اضحك عليك وقولك اربع سنين انا دايما بكرر بالكلام ده بتمنعك دبلوم فو المتوسط يعني معهد يعني دبلوم فو المتوسط يعني معهد دي الجامعات العملية ارجو انك انت تدعمنا بلايك عشان خطر اللايك ده بيخلينا ان احنا نستمر في تقديم المعلومة لحضرتك اتمنى التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته